إلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بنهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات تمدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تدولات متوسطة وربح رأس المال السوقي خمسة مليارات وستمائة مليون بنيها ليغلق عند مستوى ستمائة وثمانية وثمانين فاصل واحد مليار بنيها وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي أكس 30 بنسبة واحد وتسعة وعشرين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى تسعة ألاف وثمانين مئة وسبع وعشرين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي أكس 70 بنسبة أربعة من عشر في المئة ليغلق عند مستوى ألفين ومائتين وخمسين نقطة وصعيد مؤشر اي جي أكس 100 بنسبة واحد وخمسين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وثمانين نقطة ترجمة نانسي قنقر